بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم أيها الأخوة المواطنون يا أبنى أشعبنا العراقي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من صوتكم من استوديو التاسعة أيها الأخوة المواطنون في حلقة يوم الأمس من برنامج استوديو التاسعة أطلقنا وعلى بركة الله أمام شعورنا بالمسؤولية الوطنية وحاجة أبناء شعبنا العراقي لاستكمال السلطات بإداراتها وخاصة الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي أطلقنا حملة شعبية وطنية تطالب مجلس النواب العراقي وإتلاف إدارة الدولة والإطار الستراتيجي معرفي سمونا والأحزاب السنية كافة والكتل الإسراء بانتخاب الشيخ النائب سالم مطر العيساوي رئيسا جديدا لمجلس النواب وهذا هو مطلب شعبي لما عرفناه من مواقف النائب الشيخ سالم مطر العيساوي المطالبة بحقوق العراقيين ومنها القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون العفو العام لإنصاف الأبرياء وإننا ندعو الجميع استكمالا لهذه الحملة إلى أن ينضموا إليها كل حسب دوره عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر المواقف لأنها إرادة شعبية إذا تركناها السياسين سياسين ما أخذنا منهم أخي ست شهر صار فالآن الواجب واجب الشعب الشعب مواجب يروح بس يصوت من الانتخابات أو يزعل ما يروح للانتخابات وبعدين يقول آه زوروها الانتخابات أو يروح شاركه وغصب المعليه وما يقدر يزوروها ولا يأخذون حقك بس حقك مو بس بس يوم الانتخاب أيضا إحنا صاني ست شهر البرلمان شبه معطل ما قال أي دور والناعب الشيخ سالم مطر عيسى وعرفناه بمواقفة البارحة الأخ أمير علي تحدث وقال إحنا نعضد ونساند دعوة المواطن أنور الحمداني بهذه الحملة الوطنية الشعبية ولكن الريد من النائب الشيخ سالم العيساوي أي موقف يؤكد بأنه سيعمل لإقرار قانون العفو العام راح أقول لكم إياه على رؤوس الأشهاد النائب الشيخ سالم مطر العيساوي موقفة لم يتغير هو ذات الموقف الذي أعلنه عدة مرات بصريح العبارة مطالبا بإقرار قانون العفو العام وآخرها كان نهاية السنة اللي مضت الفيلة وثلاثة عشرين في محافظة الأنبار وهو نفسه اللي طلع وطالب بإيقاف أحكام الإعدام حتى إقرار قانون العفو العام وطالب رئيس الجمهورية فقامت الرئيس عبداللطيف جمال رشيد بذلك وأذكركم بمواقفة اللي تخلينا نصر وندعوكم على أن يكون الموقف موقف شعبي خلاص إحنا ملنا علاقة سياسيين يريدون يختارون أي واحد خلي يختارون إحنا بالنسبة كمواطنين الريد اللي يجي بنا القوانين فأنا صراحة لون ترخل الجميع من المرشحين لا يوجد أفضل من النائب الشيخ سالم المطر العساء ولهذه المهمة فهذه فرصة إنه حتى من يوصل إلى البرلمان نقعد له هيش نقعد هيا شيخ سالم الريد القانون وإن لا يصير القانون وإن شاء الله القانون يصير وإن شاء الله ينصف الأبرياء وخلي تذكر المعاقف الأنبار أكد القيادي في حزب السيادة سالم مطر أن الحزب أخذ على عاطقه القضايا التي تهم الشارع العراقي وأبرزها قانون العفو العام والنازحون فضلا عن المغيبين مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل المنهج الذي يسير عليه الحزب حزب السيادة تبنى قضايا أهله وهذا لا يخفى على الجيد وبالتأكيد كلكم تعرفون كان متحالفا مع بعض الأحزاب ولكن إلى وقت قريب نحن من أخذ على عاطقه بحمل قضايا أهله والأمانة التي حملوها أبناء هذه المحافظة وأبناء المكون بشكل عام فلهذا هو الحزب الذي ينادي بقضاياكم سوى القضايا أقصد القضايا المهمة التي تهم المكون بشكل عام منذ 2003 قضايا المعتقلين وقضايا النازحين وقضايا العفو العام وقضايا التعويض وقضايا المغيبين وقضايا التوازن على مستوى مشاركة أبنائنا في القرار السياسي والأمني والاقتصادي وفي ذات التوجه طالب أن نائب سالم العيساوي رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد إيقاف إصدار أحكام الأعدام لحين قرار البرلمان قانون العفو العام وشددا على ضرورة عدم إرباك أجواء المشهد السياسي الماضية باتجاه إقرار هذا القانون العيساوي أضاف أن الاستقرار الذي نشهده العملية السياسية أضطر وجود التفاهمات فوجئنا بإصدار مراسيم جمهورية لتنفيذ الاعدامات الجماعية خلال فترة وجيزة وهذا مؤشر خطير على عدم صدق النواية في إقرار قانون العفو العام وإنصاف الأبرياء المظلومين في السجون أيها الأخوة المواطنون عندي اليوم رسالتين مباشرة وصريحة من صوتكم وخادمكم المواطن أنور الحمدان ومن برنامجكم الجماهيري برنامج ستوديو التاسع ورح أنطلق بهاتين الرسالتين من قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم أيها الأخوة المواطنون يا أبناء شعبنا العراق الكريم رسالة اليوم الأولى هي شهادة لله سبحانه وتعالى ومن ثم لأبناء الشعب العراقي الكريم وللقائمين على المسؤولية في كل السلطات التنفيذية خاصة والقانونية قضائية بمعنى تخص اللواء الدكتور سعد معا أنا أردحشي لأول مرة عن ما أثير ويثار منذ أكثر من شهر بحق اللواء الدكتور سعد معا اللي وصلت لو نريد نحسبها بحساب بسيط رجع لزم المخرج إن هذه الحملة المستمرة هي حملة تشويه ليش؟ لأنه إذا تريد تحسبها على كل منصات التواصل اجتماعي والفضائيات مو أقل من مليون دولار صرفت لتشويه سمعة مقاتل عراقي تولى المسؤولية تطوع لهذه المهمة منذ عام 1994 مقاتلا واستمر بها لمدة 30 عام شارك بالمعارك فوق كل ذلك والده كان شهيد على يد الإرهاب وانصاب عدة مرات وأكمل المسيرة وحصل على درجة الدكتوراه لكن دون أن يمنعه ذلك أن يكون بين المقاتلين في كل المعارك حياة العسكرية والمهنية وفي سلك الشرطة كلها عبارة عن كتب شكر وتقدير وثناء من كل الذين تولوا المسؤولية بالعراق هو اللي أسس خلية الخلية الأمنية هو اللي كان تواصل يومي ويكل الصحفيين ويكل الإعلاميين وكل وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجدبية لكن الآن على مدى شهر هذا التشويه وهذا التقصد هدفه شنو آخرها يوم أمس راحوا على قبر المغدورة اللي انغدرت قبل أيام الله يرحمها وكتبوا اسم اللواء الدكتور سعد معا على القبر يعني ما يخلي واحد يفكر شنو المقاصد هل منطقيا وهل معقول إن الكل يوقف وتفرج شوفوا على فكرة ردقولها شهادة لله ومن ثم لكم يا أبناء شعبنا أنا شخصيا ما ملتقي اللي هو الدكتور سعد معا نهائيا في حياتي كلها الآن خارج من العراق صالي 17 سنة تواصلي على قدر المهمات الإعلامية التي تتطلب أن يكون هناك موقف من خلية الإعلام الأمني أو من وزارة الداخلية لا يوم من ليام لله أقولها وزن على واحد أو طلب تشويه سمعة واحد أو الإساءة لأي أحد سياسي عسكري قائد عسكري زعيم سياسي إطلاقا هذه الشهادة أقولها لله والله شاهد على كل كلمة أحكي قدامكم لكن أنا استغرب المتفرجين الباقين اللي تعاملوا بتعامل يومي مع اللواء الدكتور سعد معا ليساكتين يا الصحفيين يا مقدمي البرامج يا الإعلاميين بالمحطات الفضائية وبالصحف وبالإذاعات ليساكتين ليش ما تحشون كلمة حق بأن هذا الاستهداف اللي جاء يصرف عليه الآن أنا حسبك مواطن مو أقل من مليون دولار شلو المصلحة غير الإساءة لكل مقاتل أو لكل من يتصدى للمسؤولية حقه باطل هيج حتى يمنعك كعراقي يقولك لا 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 بعد لا تصدى المسؤولية لا يصير بيك مثل ما صار باللواء الدكتور سعد معا هل هذا يضطرنا نسكت لو يضطرنا ويجبرنا كواجب أخلاقي ووطني وشرعي أن نقف ونتساءل شلو المصلحة فأنا أقول لله كل هذه الإساءات حتى اللحظة لا يوجد دليل وإنما تشوي السمعة إلى والعائلة الكريمة ولكل المؤسسة العسكرية والأمنية بالعراق وارد أذكركم ترى قبل يومين القائد العام قائد مسلحة رئيس مجلس الوزراء الأخي السيد محمد شاع السوداني راح إلى وزارة الداخلية وزار وزارة الداخلية وطالبها بأن يكون دورها مستمر بتفعيل إجراءات لمتابعة الجريمة والتصدي إلها ومتابعة المجرمين هذا يخلينا كلتنا أن نقول أنه هذا الدي يصير ألا يفترض أن يكون هناك إجراء أمني وقانوني لإيقاف هؤلاء الذين جايوا سيئون كشفهم من اللي يقف وراء أن يصرف مليون دولار أقل شي حتى يشوه سمعة قائد عسكري مثل اللواء الدكتور سعد معل هذا المؤسسة العسكرية اللي جاي يشوه بسمعة وزير الداخلية الفريق أو الركن عبد الأمير الشمري أو رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة السيد السوداني قد جاي يصرف عليها هذا السؤال أقوله قدامكم وحملكم مسؤولية أنه لا نبقى متفرجين ترى ليبقى متفرج باشرهم يرتبوا له تهمة ويرتبوا له تشويه سمعة وهذا ما يصير وأشهد الله مرة أخرى أن هذا الرجل كما عرفته على المعرفة البسيطة مقاتل عراقي شجاع لا كان من المبتزين ولا كان من الخائن للوطن فعلى كيفنا ويرجالاتنا ويأبطالنا ما يصير هالشكل نبقى تحية للدكتور سعد معا وتحية العائلة الكريمة اللي تحملت هذه الإساءات على مدى شهر كامل وحسبنا الله ونعمة الوكية هاي رسالة الأولى أما رسالة الثانية هاي صار تقريبا أربع تيام خمس تيام منصات التواصل الاجتماعي كلهم ركزة على نائب عراقي شاب ابن أصول متواصل ويا أهله شجاع بقول كلمة الحق والدفاع عن أهله وأعني النائب محمد فاضل الدليمي إساءة والله جئ نائب محمد فاضل الدليمي وراد يأخذ قراج وتجاوز واحتدع المواطنين ليش لأنه من جماعة خميس الخنجار هاي خلاص هاي خلاصت هاي الفرية يعني فلست إلى الدرجة فلست إلى أنايتهما يعني أنتوا أول شي روح اسألوا اسألوا من هو ارجع لي يا أخي تخليك وياي من هو النائب محمد فاضل الدليمي روح اسألوا ما محتاج قراجكم حتى يروح الحي طح الطين ولا حي ليربوك حتى يأخذ قراج يا جماعة ما هاي الإساءة صارت قبل نفس الإساءة لما رشح أخو الأخ حيدر فاضل الدليمي وقع له هاي وذعك وسأوله وسوّم نفس الفريات وسوّم نفس وفاز الرجل بدعمه له الناس راحت انتخبته وصار عضو مجلس محافظة بغداد الأخ حيدر فالآن الإساءة لنائب في مجلس النواب لازم تروح تسألون أهل منه شيملكون شنو تاريخهم شنو تواصلوا من الناس حتى جيزة تتهمونا بقراج أنا اللي آلمني شي واحد آلمني جدا كمواطن كعراقي كحمداني إن المواطنين بحي يرموك من تسألهم تستقصر رأيهم يقول لك هاي الحملة المغرضة وراها ابن عمي عمار فرحان لكنيش الحمدان عضو مجلس محافظة بغداد والله يا أخي أتألم لأن أنا أعرف عمار و الله يرحم أبوه واحد من أهم الشخصيات الوطنية رجال الأعمال وأعرف أخوته الله يعزهم ويحفظهم سعادوا ورعادوا يعني أنا أستغرب يعني معقولة يا عمار والله يا أخي لازم ترد معقولة يعني زي مؤخو عضو مجلس محافظة وياك هل وصلت لأمور بيناتنا هالشكل إحنا مكليت العراقيين يعني واش فرق الحمداني عن لدليمي ما فكرت بيها يجوز تقول لي والله يا أخي ما أدري يجوز واحد مسوية لأنه من تسع المواطن يقول لك الفيديو اللي انتشار ومول في مناصات تواصل اجتماعي ما هي نفس الموجودة به هي تشتغل بمكتب عمار فرحان لكنيش فالله يا أخي يا بن عمي يا عمار أنت الآن مطالب جعز من المخرج مطالب أن تبرخ خطيتك أمام الله سبحانه وتعالى ومن ثم أمام العراقيين من أهل اليرموك ومن عمامنا لدليم ومن عمدان أيضا لأن ما نقبلها وما نرضاك إياها أنت ابن عائلة كريمة وأصيلة ما هتوصل الدرجة الاختلاف السياسي لهالدرجة من غير مقبول يا عمار دنيا دوارة دنيا دولاب ابتسم للناس وأنت تسعد إلى القمة فقد تلتقيهم وأنت تهبط على السفح فتذكر يا أخي من ابن عمك ما مقبولة إذا وزوك تقدم يا أخي تقدم ترى الدنيا دكاكين هذا دكان يعزل ويفتح غيره اسمع من أخوك يعزل ويفتح غيره أنت جبتها من سيد عمار حكيم الباطر صلاق الدكان تقدم فحرح كيفك إذا صدق هذا حق الرد مكفولي لك وأرجوك ترد وتبين لأنه هذه إساءة وأنا حقيقة أحيي عمامنا كلهم اليدليم والكبيسات لأنه راح والتقاه يوم أمس وتم توضيح الصورة وكان عضو مجلس محافظة الأنبار الحاج عدنان كاظمي الكبيسي كان موجود والحمد لله تم إيصال الحقيقة بأن هذا الاتهام باطل خلي شوف أمامنا وخواننا نقول لك ترى الخوي والضيف والثالثة الجام مثل الصلاة ما بين فرض وزنة فأنت جنابك الآن وسط القلوب وإذا كان هناك خلاف ظهر على بعض الأمور حتى وإن كان استغل سياسيا فنحن معك ومعك ومعك شكرا جديدا يا هذا الجامع والله أمو بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهلنا في حي اليروك اليوم بضيافة الشيخ زباري كبيسي والأخوة الحاضرين والأخ رافع وبعد تدقيق بالأمور والموضوع والاستفهام تبينهم موضوع عن خارج قوس ورسالتنا إلى كل المقرضين من السياسيين وللأسف بعض الإعلاميين اللي حاول يصليون بالماء العكب نحن مو أخلاقنا وعاداتنا نتجاوز على أحد نحن ولد هذه العشارة الكريمة نحن جئنا للسياسة للإصلاح ونقول لهم نبقى أهل متحافين ورسالتنا لهم إن شاء الله إلى أخوتنا اليوم إن شاء الله نتوفيق للجميع السلام عليكم على وفق المورضين لكن الحمد لله وشكر اليوم تم حل جميع هذا السؤال فيهم وتبين أننا جميع أخوة ومتحافين وطلعنا أخوة وقرايب وأهل إن شاء الله حياكم الله أخوة ونحن نحيي حقيقة الأستاذ رافع لكبيس الظاهر وكل من كان موجود من شيوخ والوجهاء من حي اليرموك وأبناء عمنة من الكبيسات الكرام عيال مجنونة ومن أيضا اليدليام الكرام وياي على هوا مباشرة الأخ النائب البطل محمد فاضل الدليامي عضو لجنة النزاه النيابي وانا أقول لكم ليش أقول عليه بطل أقول عليه بطل لأنه هاي الحملة المغرضة من تتكرر بين ستة شهر و سنة إلا الرجل جاي يشتغل ولهذا الما يشتغل يريد يسوي هاي حملات هاي شفت أقوله حق الرد مكفول أرجع أقول أنا اللي قلتها لا يتحملها أحد أنا جاي حجيت أنا طالبت الأخ عمار فرحال كريش عضو مجلس محافظة بغداد أن يبين موقفه لله ومن ثم لكل العراقين واليهالي حيّل يرموك وليعمامنا للدليام وليل بحمدان وهو هذا اللي نحيش عننا الناس يقول لك والله هو يجوز لأنه هو نفسه مكتبة تشتغل فاطلع يا عمار اطلع رد وهكيد عندك تلفوال أخ حيدر وعندك تلفوال أستاذ محمد فاضل الدليامي وبين موقفك لله حتى نعلن العام يعني هاي ساء حق الرد مكفول الفضل السلام محمد وحياك الله أهلاً وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيّل وسلم أهلاً وسهلا أحييك وأحيي جميع كوادر قناة الفلوجة الكرام وأحيي مشاهدينك الكرام أهلاً وسهلا يا مرحبا أنا والله ردت أسألك على المشكلة لكن تريدني أسألك على المشكلة بالبداية خلّ أسألك على المشكلة الأخلاص ما نهيتش اختصرنا ياها شوان انحلت وشوان الله سبحانه وتعالى بيّن الحقيقة بداية هي محاولة يائسة من خلقت من بعض شخص عضو في مدلس محافظة بغداد والغرض منها إساءة إلى حزب السيادة وأعضائها برئاسة الشيخ ميسى الخنجر وإحنا هذه الأمور ما تثنينا ومو من عاداتنا وتقاليدنا وأنا ابن عشاير والجميع عرفني أنه عيب نتجاوز على رجل مسني بهذا العمر ونضربه ونسرق تليفوناتها هاي مو أخلاقنا ولا عاداتنا ولكن للأسف تم تضليل هذا الرجل الكريم لأنه مواطن فقير وبسيط وخلق فتنة كبيرة بين أهنا وناسنا الكبويس ولد اليم ولكن نحن نمتلك شجاعة والقدرة لحل جميع المشاكل التي تواجهنا من المغرضين لذلك ذهبنا مضيف الشيخ زبير تحياتنا إلى جميع في حي يرموك واستدعينا الشخص رافع وتكلمنا معه تبين الشخص هو لا شايفني ولا يعرفني فالموضوع كان كل مفبرك الغرض من التسقيط السياسي وهذه محاولات فاشلة ويائسة أتعرض إلها بين فترة وفترة لأنه مثل ما أنا موجود تعرضوا جميع السياسيين والشخصيات الوطنية النزيهة وإحنا مثل ما معروفين في حزب السياسي أعضائنا كلهم محترمين وأولاد عوائل وشخصيات وطنية ونزيهة وإلها جماهيرها في بغداد لذلك أحنا اليوم متواصلين ويجميع أهلنا في بغداد ونخدمهم بشكل متواصل وخدمتهم شرف إلنا والله بعض الأشخاص يجيني يقول لي أنا يحسك معقب قلت له والله شرف إذا عقب الأهلي والناس وأنجزلهم معاملاتهم وساعدهم وإن كان هذا مدور نائب في عضو مجلس النواب تعرف مثل ما تعرف إحنا دورنا تشيع ورقابة ولكن مع الرقابة إحنا نقدم خدمة عامة للمواطنين وهذا شرف إلنا أستاذ أنور أنا ابن بغداد كلها ابن اليرموك ابن العظمية ابن الشعلة وبن مدينة الصدر وواجب علي أتواصل مع جميع المواطنين للأسف أغاض بعض الشخصيات السياسية المتطفلة لكن نحن نتجاوزها بأخلاقنا وكرمنا وشجاعتنا وإن شاء الله هاي الأمور ما تثنينا بالعكة تزيدنا عزيمة أكثر وأصرار لخدمة أهلنا والتواصل معهم طيب سيد محمد إذا تسمح لي الشخص اللي أنا وجهت لرسالة حسب ما استقصينا آراء أهالي المنطقة اللي وجهوا أصابع الاتهام إليه عندك مشكلة شخصية أو الأخ حيدر عضو مجلس المحافظة حيدر فاضل دليمي شقيقكم عنده مشكلة ويا شخصية عنده مشكلة يعني أكو شي الحمد لله احنا ما عندنا مشكلة ويا شخص ولكن احنا كل المعلومات اللي جمعناها والتفاصيل رح نذهب بيها بتجاه القضاء والقضاء رح يكون له الفيصل النهائي بينه وبينه كل شخص حاول يسيء إلى حزب السيادة وإلى أعضائها وإلى رئيسها احنا أكو قانون وأكو قضاء والقضاء إن شاء الله يكون عادل بيننا وبين كل من أراد أن يسيء لأي شخص كان طيب أهالي المنطقة في الجلسة المباركة اللي جلستوا فيها وعمامنا الادليم وعمامنا الكبايسات يا ريت اطلع للقضاء الزب المخرج من عدها يعني شاستشفيت يعني ليش الاستهداف لجنابك يعني ليش بهالموضوع اللي يعني يعني أنا من الناس استغربته يعني قلت اشجاب الموضوع هذا على يعني شنو شنو المقصد الوراء بس استهداف بس إساءة لأكو مقصد آخر والله يا أستاذ أنوار أنا صح سكني ومكتبي بالراشدية واليرموك ولدي في شمال بغداد صح تعرف بعض الشخصيات السياسية يضوجون من تواصل مع الناس وفاتح بابي 24 ساعة لهم وأستمع لهم ونخدم الناس بما الله يمكننا لأنها مو جديدة علينا أحلى ولد مضايف ولد عشاير كريمة وتربينا بهيش أصالة هاي ما ممكن احنا نقدر نعملها مثل ما يعملها البعض هذا ثار حفظتهم وبدت لسمعة طيبة في منطقة اليرموك وإذا تحبون تسألون هالي يرموك كلهم يجون لمضيفهم ومكتبهم اللي موجود وأني صدري رحم للكل وأني عرفنا أنه بالفعل للأسف الموضوع مدفوع الثمن بس ليش مدفوع الثمن ما هو هذا اللي أعلم وانا أنا ليس لدي عداء شخصي مع أي شخص بصحة التسقيط السياسي الغرض منها حتى يفرض يفرضون نفسهم في المناطق اللي موجودة باليرموك والخضراء وهاي المناطق أول ما سكنت بيها حقيقة أول ما سكنت في منطقة اليرموك كان الشوارع كلها مغلقة وطريقة السجة مغلقة وجهت مع الدوائر الأمنية حليت كل المشاكل يتعاني منها هذه المناطق ومتواصل مع دوائرها الخدمية والمواطن في منطقة اليرموك بدأ يشعر أكوهتمام قوي من عدنا فهذا أثار حفيظة البعض للأسف ومن خلال قناتك قناة الفلوجة أدعو لكل شخص أحسن ما يستغل هذا التسقيط السياسي خلي يذهب باتجاه خدمة النواز تواصل ويالمجتمع أفضل مني يلتهي بهاي المسائل اللي لا تغني ولا تشبع جوعان ناس محتاجة التواصل وأحنا أحنا مو جديدة علينا إن شاء الله نبقى متواصلين بالعكس ولا تهمنا أصلا موضوع هذا اللي طرح أنه أنا أحشي لك ياها بأمانة قبل لأجل السياسة وكل يعلم أحنا خيرنا كثير الحمد لله وليهذا قلنا قلنا قبل ما تتهمون سيد الحمد فضل دينا بروح أسأله يا عمي عنه وعنه هلو وعنه شي ملكون هي مو تتهمون بشغلة يعني يعني للأسف المهم إحنا نريد نقول لك شوف فضل الله سبحانه وتعالى علينا فضل كبير إن شاء الله وموضوع أنه أنا اليوم نائب أروح على قراج غسة وتشهر فد عملية مفبركة الجميع يعلم والكل متضامنة ولكن الجيوش الإلكترونية اللي موجودة عند الشخص المعني اللي قام بالاستهداف جيوش قوية حاول يروش لا سمح الله يكون أكفتنا مجتمعية بين بين عشرتين كريمتين ولكن عمامنا الكويس شخصيات علمية وثقافية وشخصيات محترمة والبارحة جلسة محترمة وتدري بارك الله بهم بارك الله بهم الحمد لله والحمد لله وحج عدنا لك بيس والنعم والله كان ملح الجلسة وحضوره حضور مبارك عضو مجلس محافظة الأنبار يعني حضوره لتبيان صورة والله نحي كل الموجودين شيخ رافع وكلهم لكن أنا أسألك موضوع آخر أريد أقولك هكلمة قبل ما أسألك موضوع ثاني أول شيء ولا تهتم ولا تهتم نهائيا خليك سيدة سيدة مثل ما يقولون إلى الأمام ولا تهتم خليهم دولة اللي يريد يشتغل هذا الميدان يحميدان مثل ما يقولون خلي يشتغلون يا ريت صح وأتمنى شخصيا ما يطلع الشخص هذا لأن والله معيبة علينا حتى كبا حمدان ما نريد هل شكل الأمور يصير أحكيها بصراحة أتمنى أتمنى يبر موقفه يصلح الصورة يوضح بس حسبنا الله ونعم الوكيل أريد أسألك موضوع آخر إحنا أطلقنا من البارحة حملة شعبية وطنية في برنامج ستوديو التاسع نطالب بالإسراع بتكليف الشيخ النائب سالم مطر عيسى وبرئاسة البرلمان وحقيقة اللي أشوف لنتوا تأخرتوا يعني السياسيين أخرتونا ست شهر فقلنا نحن الشعب نتحملها للمسؤولية كيف ترى السيد محمد هذا الحمد والله بعد الاستقال اللي قدمها الأخ شعلال كريم بات واضحا الحظوض شعلال كريم بات الحظوض باتت واضحا للأخ سالم العيساوي سالم العيساوي الأخ رجل كيس وفطن ومحترم وابن عائلة طيبة ويستطيع لإدارة جلسات مجلس النواب والتفسير اللي ورد من المحكمة الاتحادية ملزم على فتح الجلسة والاستمرار بها من خلال قناة الفلوجة ندعو جميع الكتل السياسية لإنهاء هذا الملف لأنه هو هذا استحقاق دستوري وقانوني إلى مكون بالكامل وأحنا اليوم علينا ضغط جماهيري من قبل أهلنا ونطالب بإنهاء موضوع قانون العفو العام أكثر من سبعين ألف معتقل مقليل بهم أبرياء بسبب وشاية المخبر السري وشاية الشاهد المتهم هذا كلهم عدهم عوائل تخيل إذا كل واحد عنده خمسة خمس أفراد اليوم منه لهم وأحنا بانتظار تنفيذ الورقة الحكومية اللي وقعنا عليها في إدارة الدولة ومنها عودة النازحين إلى مناطقهم وقانون المسالة والعدالة وقانون التوازن الوطني أخ أنور اليوم أكو ضغط جماهيري العالم كله يسأل وين مصل رئاسة البرلمان ما معقول اليوم ست شهر ونحن عاجزين نجيب رئيس برلمان إلى المجلس هناك تشريع قوانين مهمة يخدم المواطن ويخدم الناس لذلك ما نرجوه من جميع الكتل السياسية عقد جلسة طريقة سريعة والذهاب اختيار برئيس البرلمان لأن هذا المكان ما ممكن يبقى فارغ عضو لجنة النزاهة البرلمانية نائب الأستاذ محمد فاضل الدليمي يحياك الله أهلا وسهلا بجنابك الكريم وأسعدنا حضورك اليوم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا أيها الأخوة المواطنون اليوم يسرني من النجف الأشرف أن ألتقي ضيفا كريما عزيزا هو النائب الشاب حميد الشبلاوي ياريت طرعوا لصورة النائب الشاب حميد الشبلاوي هذا النائب العراقي الأصيل ذو المواقف الوطنية الذي حضي باحترام كل أهالي النجف الأشرف ومن ثم عندما عمل عضوا في مجلس النواب حضي باحترام كل السياسيين على اختلاف قواهم السياسية وعلى اختلاف مشاربهم وبالتالي وصل صوته لكل العراقين وليس أكثر من ذلك دليل أن عوائل السجناء الأبرياء والسجناء الأبرياء يدعو له أن الله يوفقه في عمله من أجل إقرار قانون العفو العام لإنصاف الأبرياء لإنصاف الأبرياء نعني الأبرياء وليس غيرهم أنا شخصيا في برنامج استوديو التاسعة بكل محبة واحترام وحييكم سيد حميد الشبلاوي يا حياكم الله أهلا وسهلا بحضوركم الكريم وأهلا وسهلا بمجيئكم إلى البرنامج وإلى استوديو لتكونوا ضيفا كريما معنا فأهلا وسهلا بحضوركم والكلمة الأولى لكم يا أهلا أسمعك سيد حميد حياكم الله أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله سيد أنوار تحية إليك ولكل مشاهدين القناة وكل أبناء الشعب العراقي الكريم تحية إليك وتحية لكل المشاهدين مرة أخرى الله يبارك بكم ويبارك بجهودكم إن شاء الله الله يسلمك أستاذ حميد اسمح لي أنا أردب ديوية هنب النجف الأشرف أخبارهم إن شاء الله بخير إن شاء الله بعز إن شاء الله ببركة شون توصف الحال كلش تماما إن شاء الله النجف زاهية بأهلها والأهلها الخيرين وبناسها الطيبين وكل مكوناتها وأطيافها وهي بعد قبلة لكل أبناء البلد على بقاء العالم إن شاء الله بإذن الله تعالى مدينة العلم والعلماء مدينة الإمام علي عليه السلام الله يرعاكم الله يرعاكم يبارك بجهودكم والنعم منكم الله يبارك بك أرد أسألك يعني دورك متميز فيما يخص حي النداء وأنت قبل نص ساعة تقريبا كتبت عن الخطوات التي اتخذتها مع رئيس مجلس الوزراء الموقر بعد أن رفعتهم إلى كتاب ومن ثم الإجراءات التي اتخذت من خلال تكليف الأخ السوداني للجهد الخدمي والهندسي بالقيام بالأعمال الخاصة برفع النفايات وتعديل بعض الشوارع في حي النداء وأنت قدمت له الشكر الآن نريد نسأل عن حي النداء شون شايف إن شاء الله الأمور بي وين رح تتوجه صراحة مواقف السيد رئيس مجلس الوزراء مشرفة بخصوص أبناء محافظة النجف ودعمنا الكبير على مستوى المشاريع الكثير من المشاريع دولة الرئيس أطلقها بمحافظة النجف على مستوى الأقضية والنواحي وكذلك على مستوى المركز وبنفس الوقت حي النداء يعتبر من أهم وأكبر الأحياء في محافظة النجف الأشرف اللي تم توزيحها بوقت سابق على مستوى العوائل وعلى كافة الشرائح لكن للأسف الشديد أغلب التوزيعات اللي يصير عن طريق الحكومة أنه تفتقر للخدمات وتفتقر للبنى التحتير تفتقر للكهرباء تفتقر لأغلب احتياجات الحي فأبدئنا تواصلنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء مشكوراً الرجل أبدأ استعداده ووجه كادر الجهد الخدمي والهندسي لكن للأسف الشديد يحتاج فد أموال كبيرة من المحافظة أيضاً سنكون باستضافة ثانية مع دولة رئيس مجلس الوزراء على الاحتياجات طبعاً عدوا محافظة النجف سيد المحافظة المحترم عدوا كشفات حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء عدوا كشفات على مستوى الخدمات والاحتياجات أهالي الحي من ناحية الكهرباء والماء والمجال والبنى التحتية وعدما أتحدث عن هذه الاحتياجات أي بمعنى الحي يفتقر على أغلب احتياجاته فتواصلنا مستمر أيضاً أبدأ استعداده دولة رئيس مجلس الوزراء كحل مؤقت رفع توجيه للجهد الخدمي والهندسي أيضاً حالياً جاء يعملون على مستوى الحي على مستوى الأقضية والنواحي على مستوى مركز المحافظة أغلب الأحياء مشمولة بالخدمات والآليات أيضاً حالياً موجودة تعمل بالمحافظة والعمل مستمر إن شاء الله وأعوائنا وأخواننا وأهننا في حي النداء يستاهلون كل الخدمة ويستاهلون ماء العين وإن شاء الله قريباً على أقرب موازنة سيتم تخصيص أموال لهذا الحي لإبداء استعداد الحكومة المحلية بتنفيذ كل احتياجات الحي طيب أستاذ حميد إذا تسمح لي مؤكد تسأل من بعض المواطنين يقولون الأحياء الأخرى ياريت الأستاذ حميد الشبلاوي يركز عليها لأن هذا أنا بحذة الموضوع يدلل بأن وجودكم وجود مهم ومؤثر يعني تدري أنك كتل سياسية وأحزاب رشحت باسم النجف الأشرف وأنتم رشحتم عن طريق حركة امتداد وبالدائرة الثالثة على ما أعتقد ووصلتم إلى البرلمان وكتم هذا الصوت المهم فياريت والله الأحياء الأخرى هم بتحطها باعتبارك يعني شوف تركوا الأحزاب إجاوا عليك أستاذ أنور أستاذ أنور المحترم الله يبارك بيك بداية ترشيحنا كمستقل في حركة امتداد والآن مستقل بشكل تماما بعد جلسة مجلس الوزراء في إحدى جلسات مجلس النواب كان موقف أنه وسيد محمد الشياء السوداني أيضا في جلسة داخل البرلمان وأخذت مآثر حتى ما قدرنا ولا أحتاجين أنه نبرر الموقف لكن اليوم كمستقلين تماما بدعم الحكومة بدعم المخلصين من السادة الوزراء اللي يعملون على مسارات الخدمة العامة العمل المهني فإحنا جاي نعمل بشكل منفرد لكن بنفس الوقت أنه مرات أكو مثل على المؤهن يقولون اللي يمشي هو اللي يعثر مو القاعد اللي يعثر فأغلب أعضاء مجلس النواب للأسف الشديد مو كلهم اللي جاي يعملون لذلك جاي يصير حمل علينا كبير حتى ما يصير عندنا وقت أنه نوصل للإعلام نبين أعمالنا فبالنسبة لبقية الأحياء فإحنا على مستوى الأقضاء والنواحي قضاء المشخاب أيضا رئيس مجلس الوزراء وجه بموافقة صريحة على إنشاء محطة مجاري بسعة 25 ألف متر مكعب بالإضافة إلى شارع المحيط خدمات كثيرة أيضا مدينة طبية في قضاء المناظرة أيضا الموافقة حصلت وحاليا إن شاء الله عن قريب راح نعلن هذا الحدث الكبير بعد الموافقة الصريحة وبعد إكمالها ورغم تنويهنا بهذه الحلقة حتى تكون سابقة للإخوان وكسبق صحفي لقناتكم الكريمة فخدماتنا مستمر أغلب الخدمات اللي جاي يبديها دولة رئيس مجلس الوزراء هي خارج تخصيصات محافظة النجف وخارج الموازنة المخصصة لمحافظة النجف ضمن التخصيصات المالية المحددة للوزارات المختصة فعملنا مستمر على مستوى محافظة النجف على مستوى الأقضاء والنواحي الجهد اللي جاي من بذلة يستاهلون أهلنا اليوم وبعمر الشباب وصلتنا هذا المسؤولية ونتحمل أن نكون جزء من تمثيل المواطن النجفي وهذا شرف كبير أن نكون عد حصن ظن المواطن النجفي للخدمة وإن شاء الله دولة رئيس مجلس الوزراء أوعدنا من كثير من المشاريع عن قريب إن شاء الله نطلقها لخدمتها لمحافظة النجف طيب سعا حميد بهذا الملف جنابك راضي على أداء محافظة النجف الأشرف ورئيس مجلس المحافظة وعضاء مجلس المحافظة لو عندك ملاحظات تيجي طيب طيب تحملني عنك بالإطار العام نتكلم عن أنه أغلب أعضاء مجلس المحافظة جديدين على المهنة اختارهم الشارع النجفي أن يمثلونه في مجلس المحافظة فهم في بداية مشوارهم الشخص اللي يعمل بداية المشوار ممكن يحتاج لفة ستة شهر يلا يبدي حس النوايا يلا يفهم عمله يلا يفهم دوره فإحنا اليوم من الساندين والداعمين لمجلس المحافظة وللسيد المحافظ طالما يبدون عمل اليوم جاي نشوف عندهم أعمال ميدانية جاي نشوف عندهم حركة ولقاءات مستمرة مع المواطنين هذا العمل يبشر بالخير على أنه إيجابيات العمل المستقبلي تكون بناء لخدمة محافظة النجف أما في حال عجزهم بالفترة السابقة هو اللي راح يكون تقييم أما إبداء تقييمنا بفترة وجيزة لعملهم فالكل يحتاج فرصة حتى يعمل لحين نهاية العمل ممكن راح أتوكل تعرف الوضعية أنه يعمل صح أو ما يعمل صح سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مجلس المحافظة فإن شاء الله يكونون خير من يمثل مجلس المحافظة وخير من يمثل المحافظة على مستوى السيد المحافظة المحترم بالأيام القليلة القادمة وأيضا لا زننا لحد الآن أنه جداول الموازنة حتى توصل تخصيصات مالية للمحافظة وحتى تبدأ المشاريع هو بوقتها راح يكون الحدث الحقيقي في تقييم المذكورين إن شاء الله سيد حميد نقول يا الله نتأمل بهم خير يا الله أريد أول شيء نقول لك نعم سنجح على موضوع قانون العفل عام أريد أن نقول لك تحايات كل عوائل السجناء الأبرياء من البصرة الكركوك هاي واحد أريد أن نقول لك تحيات الأبرياء اللي بالسجون اللي يعتبرون نفسهم ونظلموا نتيجة عدة اتهامات المخبر السر الوشايل الكاذبة مع تعريف الانتماء التجارة المخدرات اللي هم ومالهم علاقة بيها يجوز بعضهم بس تدورط وتعاطى وكلها تدعي لك وتبارك بيك وتدعو الله أن ينصرك وأن يسدد خطارك الله يحفظهم فأنت الآن منك إلهم احتيوا إياهم وروح للزمين المخرج شوفوا أستاذ أنور أستاذ أنور الله يبارك بيك أنا اليوم قبل قليل وصلت للمحافظة بغداد عادة عدنا عمل في مجلس النواب وعمل في المحافظات اليوم بداية أسبوع لعمل المحافظات فأنا جيت من النجف للبغداد القناتكم الكريمة حتى أوصل صوت هذه العوائل إذا أريد أناشدهم فأنا قبل أناشد العوائل أنا باسم العوائل طبعا الشكر أبنائنا وإخواننا وأهلنا عوائل السجناء أبنائهم بناتهم آبائهم أمهاتهم المفجوعة اللي لا زالت تتأمل غيث اليوم على المستوى العام فهم عدهم مظلومية شبيرة عدهم ألم شبير ما أحد يسمع صوتهم المشكلة يا أستاذ أنور عادة نحن نتحدث بجزئيات بالمظلومية لازم نأخذ تفصيليات أنا طبعا الحديث السابق اللي عرفته جنابك بالحلقة السابقة لشان يعني نوعا ما مختصر لكن للأمانة أحنا بس أمانت الله لا أعفو أمانت مختصر أمانت الله نقلت عن صفحتك هو خمس دقائق وستة وخمسة ثانية أحنا أنت الرسالة وجهت بشكل مختصر نعم نعم مفهوم بالضبط بالضبط نقلت الرسالة بشكل مختصر إحنا عندنا إشكاليات هواي اليوم جل احترامنا وتقديرنا لمجلس القضاء لعلى اللي هو يعتبر فيصل العدالة بالمجتمع وصمام أمان البلد لكن يعمل بأدلة وبينات المخبر السري أخذ مآخذة في المظلومين الدعاوي اللي لا زالت موجودة ورغم وجود تنازل للمشتكين تواصلت سابقا مع السيد وزير الداخلية على مشكلة شبيرة أنه نحن نعاني من وجود محققين في مراكز الشرطة ومو حقوقي ولا اختصاص قانون أي بمعنى حسب القانون العراقي الكلمة الواحدة هي ممكن تغير فيصل مادة أخرى أو وصف قانوني لمادة أخرى وممكن تحول من جنحة إلى جناية فهذه المشاكل اللي نعاني من عدها كثيرة فالكثير من السجناء مظلومين وبنفس الوقت تحدثنا عن موضوع جولاتنا الميدانية للسجون أكثر السجون مترهلة متهالكة السجن ممكن 10 في 30 تلقى بي 400 هذه المساحة ما ممكن تصلح المساجين ما ممكن أن نوفر لهم احتياجاتهم اليوم جاي عانون من سوء التغذية للسجناء اليوم جاي عانون من سوء وجود إصلاح حقيقي للمساجين هذا وضعهم اللي جاي عانون من عده والكثير من موارد الدولة ما جاي تقدم لهم شنو الضير من تقديمهم والعفو عنهم وإحنا عدنا قانون موجود ينصف بالإنسانية اليوم لما نقدم طلبات للسادة القضاة نأخذ الجنب الإنسانية القانون فيه نصوص جرمية وفيه حالة إنسانية الحالة الإنسانية هي اللي نملكها للمغفرة لهذه الشريحة المهمة اللي ممكن بالآلاف ما جاي نسيطر على علاجهم ما جاي نسيطر على إصلاحهم ما جاي نسيطر على تغذيتهم ما جاي نسيطر على احتواهم بالسجون فلابد أن يكون هناك موقف من مجلس النواب لإقرار قانون العفو العام لما نوصل للمجلس النواب نوقف عندنا عقبة أنه عقبة رئاسة مجلس النواب لازم يكون مجلس النواب مكتمل بالتمثيل المكونات باعتبار موزعة مكون سني ومكون كردي ومكون شيعي فرئاسة مجلس النواب هي تمثل المكون السني بينما نوصل للمراحل 150 توقيع سبقوا أن تم جمع من أحد السادة النواب 150 توقيع من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ما ندرج بالجلسة ليش ماكو اتفاق سياسي فأني لما أتفق على أي جمع تواقع على أي قانون على أي تصرف معين أيضا راح أواجه عقبة المكونات وأيضا أواجه عقبة الاتفاق السياسي فأحنا نأكد للسادة والأخوة وأهنة وأبنائها اللي هم عوائل السجناء لازم يكون ضغطكم على السادة النواب الكثير من السادة النواب هم شرفاء حقيقيين يملكون المهنية الحقيقية على مستوى الرؤساء الكتل على مستوى الزعامات على مستوى الجبهات على مستوى روح المكاتبهم أوصلوا لبيوتهم وصلوا لهم معاناتكم اليوم لازم يكون صوت حقيقي بمجلس النواب حميد الشبلاوي شخص واحد ما راح يمرر قانون والسيدات والسادة النواب الكثير منهم موجودين مؤيدين لكن يحتاج من يصيح لحيهم على قولة أهنة يحتاج مني فزعة يحتاج من اللي مر اللي تنخاه يحتاج من اللي طفل اللي قلنا أنا أعاني وأبوي هو اللي مصدر الوحيد الرزقنا فلازم توصل مظلومية السجناء للسلطة التشريعية لازم توصل لكل القوى السياسية فهذه رسالة لكل أخوتنا من خلال قناتكم الموقرة السادة والسيدات أعظام مجلس النواب هذه العوائل اللي لا زالت تعاني من الظلم الكثير من الدعاوى الكيدية والمخبر السري والإشكاليات وأفهم بالذكر أنه مو ممكن شمول العوائل اللي هما خلنا نقول الجرام الأرهابية والجرام الماسب أمن الدولة ما ممكن تشمل بالعفو وحتى ذا درجة في قانون العفو العام رح نوقف بوجهها ليش هذا يمس أمن الدولة بالنهاية المظلومين اللي يعدهم تنازل عن الشكوى اللي هما أساسا على المخبر السري المواد القانونية اللي ممكن تشمل بالقانون العفو العام هو هذا اللي نداع به وهو هذا اللي نحتاج لأنصاف به لكن بالإطار العام يحتاج موقف قوي يحتاج إعلام قوي يحتاج شرفاء اللي توصل صوت أعهالي السجناء توصله للسلطة التشريعية حتى يمضون بتشريع هذا القانون لكن السادة حميد إذا تسمح لي مالبارحة وكان ويانا المستشار القانوني الخبيل القانوني صفاء اللامي عضو مجلس نقابة المحامين يعني يعني هو يقول قانون أنت لازم ما تحدد أنه مثلا هذا يشمل أو هذا لا يشمل أنت كله لازم تحقق به يعني جوزكو أبرياء بهذه القضايا الكبيرة اللي تمس أمن الدولة جوزكو أبرياء راحوا جريرة تهم معينة ما أدد دخلوا بتفصيليات ما أدد دخلوا بتفصيليات لا 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 بس إذا تسمح للسادة عنوار جل احترامنا وتقديرنا للسيد المحام أخونا وعزيزنا لكن بالإطار العام اليوم أكو يعني بالجزئية المواد القانونية الخاصة باللواط المواد القانونية الخاصة بتجارة المخدرات عدد من الكثير من المواد نص قانوني ما ممكن شمولها لا بعفه خاص ولا بعفه عام فهذا نص قانوني مو أنا اللي جبته يعني الكثير من المواد الأخرى طبعا ساحاميد لو نحكي على تجارة المخدرات ما طلعت عندنا عشرات الأمهات أبنائها المتعاطين يجوز لكن اعتبرهم تجار بطريقتي يعني منطقية مثلا بحكم خبرتي بحكم خبرتي وعنده ستوتة يعني ستوتة تاجر مخدرات يعني ممكن هذا الجزئية يحتاج لها مراجعة ساذا نور هذه الجزئية يحتاج لها مراجعة لو كان مجلس النواب في حالة شمول الكثير من الدعاوة أو كثير من الإشكاليات بالنسبة للمشتكين بإمكانهم رفع خلينا نقول إعادة المحاكمة إعادة المحاكمة هي اللي تثبت ساحاميد إعادة تحقيقات إعادة تحقيقات إعادة التحقيق أقصد بالتحقيق القضاء حصرا إذا صار التحقيق إعادة التحقيق بمراكز الشرطة ما راح نغير شي نهائيا لكن الكثير من المواد بإمكان مجلس النواب يرفعها ضمن قانون العفو العام إعادة تحقيق فقط وحصرا بالتحقيق القضاء هذا اللي ممكن نعالج الموضوع به يعني بيتش حالة أنتوا ما حطين فيتو على قضايا معينة لكن حطين على أن التحقيقات اشتثبت إعادة التحقيقات بالقضايا لكن هو قوين أصلا قانون العفو العام يعني ذاك اليوم النائب الدكتور رائد المالكي يعني يقول هو القانون وصلنا ثلاث أسطر يعني مشروع القانون ما يكو قانون شوف أستاذ أنوار هو مو شغلة مشروع قانون لو ما يكو قانون أساسا نحن عندنا قانون عفو العام بـ 2016 صدر هذا القانون ممكن التعديل على القانون أنا ما جاي شرع قانون جديد أنا جاي أعدل قانون موجود أساسا وأقر في مجلس النواب فليس بالضرورة أنه أربع مواد أو أربع أصر أو غير الأصر ممكن لإدراجها لكن لحدها ما بدأت الدراسة داخل مجلس النواب ما كانت أكو جدية لمجلس النواب بإقلار هذا القانون ما كان أكو اهتمام لإدراجها بجدول الأعمال هي هاي الإشكال اللي جاي نعاني منها أما في حال إدراجها بجدول الأعمال والدراسة والتأكد والتماعن هذا شيء إيجابي ويطمن عوالي السجنة لكن أحنا أساسا القانون منسي بمجرد ما تطرح القانون يقول لك اتفاق سياسي ما ممكن تتحدث بهذا الجانب هي هاي الإشكال اللي نعاني منعتها يعني أنت متفائل أستاذ حميد أنه راح يصير قانون العفو العام لو ما يصير والله للأمانة متفائل لكن أخشى من عقبة رئاسة مجلس النواب وعدم اختيار رئيس هذا ممكن راح يخلينا بمأزق على مستوى السلطة التشريعية على أشكالية التشريعات المهمة للأسف الشديد أخواننا وأهلنا بالمكون السني سبع تشهر من تقريبا ستة شهر لحد الآن ما جلسوا على طاولة حوار حتى يثبتون اهتمامهم للمكون ويثبتون حرصهم لتمثيلهم داخل رئاسة المجلس الآن هم شبهم التفقين على النائب سالم المطرعي ساوي أنت تعاملت وياه شلو تقييمك للنائب سالم مطرعي ساوي كمرشح لرئاسة المطرعي الشيخ سالم الشيخ سالم العيساوي إنسان محترم إنسان مهني إلى وجوده بمجلس النواب إلى عدد من الدورات متواصل بمجلس النواب مرشحين آخرين اليوم بجزئية رئاسة مجلس النواب أطرحها عندنا سوابق كثيرة بضمنها آخر سابقة اللي هي المكون الكردي لما اختلف على اختيار رئيس الجمهورية انطهل داخل مجلس النواب رم الكرة بملعب مجلس النواب هم اللي اختاروا رئيس بالفعل جمهور الشحين وتنافسه بالأصوات أنا أساس ساة سالم العيساوي وإلا سيدنا محمود المشهداني ولا الأخوة اللي موجودين رم الكرة بملعب مجلس النواب وخليه يختار على أي أساس أنه باقي الشد والجذب بين القوة السياسية على مستوى الاستحقاقات اليوم مكون بأكملة يفقد تمثيله برئاسة المجلس أيضا السادة والسيدات أعظام مجلس النواب يفقدون من توازن السلطة التشريعية في رئاسة مجلس النواب فمشكلة كبيرة جاي نعاني من عدها وأيضا جاي يخلي تبعاتها على البلد ومساوة على المواطنين والله يا ساد حميد نتمنى نحن نضم صوتنا ويصوتك وأكيد هو بالفعل لازم يترك لمجلس النواب بعضها أنا أول شي وآخر شي أشكر حضورك وأرجوك نيابة عن عوائل السجناء الأبرياء والسجناء الأبرياء أن تبقى تنورهم بالحقائق كل ما تقدر وأي فيديو ينشر في صفحتك الشخصية إحنا نعرضه بالبرنامج وأريدك تعتبر برنامج ستوديو التاسع برنامجك برنامجك وبرنامج أهل النجف الأشرف وهذه الأحياء اللي جاي تدافع عن حقوقها والأبرياء اللي جاي تدافع عن حقوقها فيا سيد حميد الشبلاوي أرجوك أن تعتبرنا نافذك الإعلامي إيش وقت ما تريد أن تطلعت أمرنا أمر وإحنا خدام له لنا الصراحة كل الشكر والتقدير لقناتكم الموقرة والجنابك الكريم وعلى هذا الدعم الحقيقي اللي ينمي عن حرص لمكون شبير في ظلمات السجون وعلى مستوى الحرص على محافظة النجف اللي ذكرتها جنابك وجانب الحرص على اتجاه أهنب هذه المحافظة الكريمة فإحنا جاي نعاني طبعا أنا ذكرت قبل قليل أنه اللي يعثر هو اللي يمشي مو القاعد فللأسف يا أستاذ أنوار جاي نعاني من كثير من التهميش على مستوى الإعلام الإعلام لازم يكون هادف نفس جنابك الكريم يكون هادف على اتجاه العمل الحقيقي على اتجاه إنصاف الآخرين على اتجاه العمل البناء اليوم البلد ما يبنى بالعنصرية ولا يبنى بالطائفية يبنى بالإنصاف الكثير من السادة النواب زملائنا وأخوتنا بمجرد ما نفرهم الشارع قعدوا بمجلس النواب واللي كثير من عدهم قعدوا بغداد أصلاً ما يوصل للمحافظة فنتمنى من خلال منبر قناة الفلوجة ومنصة السوديو التاسعة وكل المواطنين السوعب السادة النواب أعظام مجلس المحافظة على أقل اللي يثبت حسن نيتا بين حقيقته تأمر أمر وقال شبلي الكرام هاي ربعة العقال إلكوا والله يبارك بيكم وانت صوتهم وابنهم اللي رفعت اسمهم عاليا واسمكم عاليا دائماً إن شاء الله والنجف الأشرف مدينة الإمام علي عليه السلام احنا خدام نهننا وكلها على رأسنا حياكم الله أهلاً وسهلاً الله يحفظكم يا مرحب أهلاً وسهلاً الله يحفظكم جداً ممنون واجب شكراً جزيلاً شكراً لكم مشاهدين ألتقيكم الاثنين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة